السلام عليكم صباح الخير استكمالا للموضوع اللي تكلمنا عنه أمس اللي هو موضوع جدوى أو الجدوى الاقتصادية اللي تركيب خلايا شمسية في المنازل أو في الاستراحات أو حتى في المساكن المتاجر الحقيقة الكثير لما تقولوا خلايا شمسية على طول يقول بطاريات غالية الأنظمة الشمسية أو 90% من الأنظمة الشمسية اللي موجودة الآن في العالم ومركبة في كثير من المنازل والمتاجر لا تحوي أي بطاريات 90% كلها أنظمة متصلة بالشبكة مباشرة ولا يوجد فيها أي وسيلة لتخزين الطاقة الكهربائية إلا في الشبكة الكهربائية نفسها وهذا هو النوع اللي راح ينتشر ويصبح مجدين نعم أتفق معكم في أي نظام شمسي أي نظام شمسي يوجد فيه البطاريات تجعل من جدواء الاقتصادية محل نظر وإعادة للدراسة وحذر لكن الأنظمة الشمسية اللي راح ترخص وتركب في معظم البيوت في العالم هي باستخدام حاجة تسمى الأنظمة الشمسية اللي هو الأنظمة الشمسية اللي متصلة بالشبكة الكهربائية العامة أو الكهربائية الوطنية يعني أنت راح تركب أنظمة شمسية أو خلايا فوق سطحك ثم حتربطها بطريقة معينة إلى المحول اللي موجود عندكم في الحارة إذا صار في عندك استهلاك عالي راح أول شي تأخذ من الخلايا الشمسية ثم من المحول إذا كان استهلاكك قليل الباقي من الخلايا الشمسية أنت راح تعطيه للمحول فاللي زاد عندك صار عندك إنتاج وفائض أنت راح تخزنه لكن ما راح تخزنه في بطاريات أنت راح تخزنه في الشبكة الكهربائية في المحولات وهذه راح تستفيد منها شركة الكهرباء في التخفيف على الضغط اللي عليها لكن أنت إيش تستفيد من هذا الكلام أنك في الليل ما راح تسحب من شركة الكهرباء من جديد أنت راح تسترجع إلا أنت عطيتهم الزايد إلا أنت عطيتهم في النهار فأنت كأنك بدل ما تجيب بطاريات أنت استخدمت شبكتك شركة الكهرباء كلها كبطارية ضخمة فما في بطاريات إذا يصبح جدوى وجود هذا النظام أكثر جدوى من وجود الأنظمة الشمسية المتصلة اللي فيها بطاريات لكن مع ذلك هناك شيء لا يعني أن نظام شمسي معزول وفي بطاريات أنه خلاص غير مجدي بسبب البطاريات لا هناك أنظمة شمسية معقولة صغيرة الحجم أو متوسطة ممكن تركيبها في المنازل ممكن تركيبها في الاستراحات ممكن تركيبها في بعض المتاجر لكن الاستهلاكها قليل يعني ما راح تحتاج بطاريات كثيرة جداً وحتى تصبح سعر البطاريات مع الخلايا الشمسية والمكونات الأخرى معقولة بناء على الاستهلاك لذلك استخدام الأنظمة الشمسية المعزولة أو الأوفقريد هي حقيقة ليست على المدى اليومي هي فقط تنفع للإستراحات للأماكن النائية للأماكن اللي ما تصلها الكهرباء إلا المضخات فهذا نظام مختلف فأسابين مثل نجحت الطاقة الشمسية باستخدام البطاريات في بعض الدول زي سوريا وزي اليمن حالياً في العالم العربي السبب إنه الأحمال الكهربائية اللي عندهم جداً بسيطة ممكن يكون ثلاجة شاحن لمبتين ثلاث فما عندهم أحمال عالية جداً فما في مانع إنه يركب بطاريات أما الأحمال الكهربائية اللي موجودة في البيوت زي السعودية على سبيل المثال المتوسط استحلاك الفرد اليومي يتجاوز الخمسين كيلو بكثير خمسين كيلو واط في الساعة يعني أنا أعتقد إنه نتجاوز هذا الرقم بأضعاف هذا الرقم في أمريكا سبيل المثال هما ثلاثين إلى خمسين كيلو إحنا في السعودية نصل إلى بمئة كيلو ومئة وخمسين كيلو واط في الساعة لذلك يستحيل تركيب بطاريات كهربائية بطاريات مع خلايا شمسية في بيوتنا بسبب واحد السبب استهلاكنا العالي ليس فقط بسبب أن البطاريات مكلفة لا أيضا استهلاكنا في دول خليج عالي جدا 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 ولا يبقارن بأي دولة راح تقول لي والله إحنا صيفنا غير وحرنا غير ومدري إيش نعم بس إحنا برضو سلوكنا غير وبيوتنا تصميمها غير والأجهزة اللي عندنا للأسف جودتها غير واستهلاكها عالي جدا لا يوجد مقارنة ولا أنا ما نجاي هنا قارن بين الغرب واستهلاكنا كمحلي كخليجيين ولكن أنا أقول أن الأنظمة الشمسية ليس جميعها يوجد فيها بطاريات على سبيل المثال كثير من المزارع الآن في المنطقة الوسطى في السعودية تعتمد على الطاقة الشمسية في استخراج المياه من الآبار من أعمار تصل إلى المئة أو المئتين متر بدون بطاريات وستجد أن المزارع مبسوط لأنه استغنى عن العداد الكهربائي المكلف أو استغنى عن شراء مؤلد الديزل وحرق الديزل اليومي وتكاليف اللي كان تزعجه فهناك مضخات تعمل بالطاقة الشمسية بدون بطاريات وبسرعات متفاوتة تختلف على حسب ضوء الشمس اللي واصل لها وتقدر تنزل منها أو تطلع منها المياه لرأي المزروعات اللي عندك البطاريات ليست قضية دائما البطاريات صحيح مكلفة لكنها ليست هي الهدف ممكن نتكلم عن البطاريات على أحمال صغيرة كغرفة واحدة في بيت أو استراحة صغيرة فقط ترجمة نانسي قنقر